مرحبا كيفكم طلاب الصف الخامس اليوم الدرس الثاني عن وحدات قياس السعة والطول حكيت لكم بارح عن هاي الخططات صح؟ قلت لكم هذا الدرج لوحدات الكتلة هذا الدرج اللتر والمليلتر اللي هي قياس السعة والطول اللي هي كيلومتر ومتر وصنتيمتر مليمتر يعني وحدات السعة عندي لتر ومليلتر اللي هي سعة المواد السائلة والمسافة أو الطول كيلومتر ومتر وصنتيمتر ومليمتر بدنا نشرح هذا الحصة بحكية تعلمت سابقا أن المليلتر المليلتر الشيء الأليل يستعمل لقياز سعة الأوعية الصغيرة وأن اللتر يستعمل لقياز سعة الأوعية الكبيرة يعني اللتر أكبر من المليلتر ويبين المخطط المجاورة علاقة بين هاتين وحدتين اللتر في ألف مليلتر اللتر في ألف مليلتر يعني إذا أنا بدأ أحول من لتر لمليلتر بضرب بألف وإذا بدأ أحول من مليلتر لليتر تقسيم ألف اللي بيشرحه هاد الشكل فمثلا الساعة الابعاء في فقرة استكشف هي اثنين لتر واربعمية وخمس وخمسين مليلتر وتعني اثنين لتر واربعمية وخمس وخمسين مليلتر املأ الفراغ رح نبلش في المثال الأول أول إجي بدي أاجي أحكي لك هي واحد تلات تلاف وسبعمية مليلتر أديش هرح تعطينا اللتر بدي أحول من مليلتر لليتر من مليلتر لليتر بما إني طلعة طلوع بدي أقسم على ألف بدي أاجي أحكي له تقسيم ألف أديش القيمة عندي الوزن تلات تلاف وسبعمية باجري بحكي تلات تلاف وسبعمية القسمة بتنقل الفاصل العشرية منزلة تنتين تلاتة فاصل العشرية هون منزلة تنتين تلاتة بتصير هون وبتصير 3.7 لتر 3.7 لتر بما أننا نريد تحويل من 1 صغيرة مليلي لتر إلى 1 كميرة فإننا نقسم من 1 صغيرة إلى 1 كبيرة نقسم نقسم على قديش على ألف وهي طلب معات جواب 3.7 لتر زي ما إحنا حليناها اللي بعدها بيقولك 2 2.9 لتر 718 ملي لتر بدنا نحولها لملي لتر هاي محولة لملي لتر لكن 2.9 بدنا نحولها من لتر إلى ملي لتر من لتر إلى ملي لتر من لتر إلى ملي لتر أنا نزولي إذن بضرب بألف بضرب بألف قديش عندي هون 2.9 2.9 2.9 في ألف تعطيني تنقلي الفاصل العشرية منزلة 2.3 هاي منزلة 2.3 إذن هون رحيصير صبر رحيصير صبر رح تطيني 2900 ملي لتر زائد الملي لتر موجودة عندي هون 718 ملي لتر رحيكون عندي المجموعة كلياته 8.08 1.0 1.7 8.6 3.6 3.618 ملي لتر ونفس الجواب طلع عندي 3618 ملي لتر نحل السؤال اللي بعدي بحكي لك السؤال اللي بعدي هو أتحقق من فهمي أتحقق من فهمي خليني أحطهم خط أتحقق من فهمي صفحة 105 صفحة 105 بحكي لك واحد 13.5 لتر بنا نحولهم لملي لتر من لتر إلى ملي لتر من لتر إلى ملي لتر بنزل نزول إذن بدي أضرب بألف بدي أضرب بألف قدرش عندي قيمة 13.5 الضرب تنقل المنزل فاصل العشرية منزلة 2 3 لليمين منزلة 2 3 بنحب فيهم أصفر رح تصير عندي 13500 ملي لتر طب اللي بعديها بيحكي لك 2 7 لتر 7 لتر و 450 ملي لتر بنا نحولهم للملي لتر هدول المحولات ما رح نحولهم لكن 7 لتر بدي أحول من لتر لملي لتر بحكي لك الورقة عندي هون من لتر لملي لتر بدي أضرب بألف هاي بدي أضرب بألف أديش عندي القيمة هون 7 7 بألف 7 ألاف زائد 450 ملي لتر رح يصير عندنا الجواب 7450 ملي لتر هيك هل لنا أتحقق من فهمي تعلمت سابقا بعض وحدات قياس الطول مثل كيلو متر والمتر وسنتيمتر والملي متر إذن هاي هون زي هون وحدات طول كيلو هدول إيش حكينا وحدات سعة وهدول وحدات كتلة هدول وحدات طول كيلو متر متر وسنتيمتر وملي متر بحكي لك المخطط الآتي يبين العلاقة بين الوحدات يمكننا أيضا قياس الطول بوحدة مركبة تتكون من وحدتها قياس كبيرة وصغيرة مثلا 2 كيلو متر و400 متر مثلا زي هاي بحكي لك مث الكيلو متر فيها ألف متر الكيلو متر فيها ألف متر المتر في 100 سنتيمتر المتر في 100 سنتيمتر السنتيمتر في 10 مليمتر السنتيمتر في 10 مليمتر يعني إذا أنا بدي أحول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة إذا بدي أحول من كيلو متر إلى مليمتر إلى متر من كيلو متر لمتر بدي أضرب بألف بدي أحول من كيلو متر إلى متر بدي أضرب بألف بدي أحول من متر لسنتيمتر بدي أضرب بمية من متر لسنتيمتر بدي أضرب بمية من سنتيمتر لمليمتر بدي أضرب بعشرة من سنتيمتر لمليمتر بدي أضرب بعشرة العكس بدي أحول من مليمتر لسنتيمتر من مليمتر لسنتيمتر بدي أقسم على عشرة بدي أحول من سنتيمتر لمليمتر بدي أقسم على مية من سنتيمتر لمليمتر بدي أقسم على مية من متر لكيلومتر بدي أقسم على ألف ليه؟ لأنه الكيلومتر فيها ألف متر المتر فيها ميت سنتيمتر والسنتيمتر فيها عشرة مليمتر نيجي نحل بحكي لك مثال اثنين من حيا ليدة محمد حديقة مستطيلة طوله تسعة متر طولها تسعة متر وعرضه سبعة متر وستة وخمسين سنتي سبعة متر وستة وخمسين سنتي يريد إحادتها بسياج خشب الماطل السياج الذي تستعمله طيب السياج بدنا نحطه هيك وهيك 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 هاي تسعة متر وهاي سبعة متر وخمسة وستين هنا سنتيمتر هنا سنتيمتر وهنا متر وهنا سبعة متر وستة وخمسين سنتيمتر وهون تسعة متر طيب إحنا منحكي يعني مجموح هادو 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 مجم طيب طيب ال56 هاي ما لها هاي 9 متر 7 متر ال57 ال57 و56 سنتي بنحول ل56 سنتي لمتر يعني من سنتيمتر لمتر من سنتيمتر لمتر بطلع طلوع يعني تأقسم على 100 هاي 56 سنتي تقسيم 100 بننقل فاصلة العشرين منزلتين على اليسار بتصير هون بتصير 7 متر زائد فاصلة 5 ستة متر قداش بصير عندي 7 و 56 بالفاصلة متر 7 و 5.5 بالمية متر 7 و 0.56 بالمية متر بنجمعهم كلهم مع بعض عشان يعطوني محيط المستطيل 9 و 9 18 6 و 6 12 5 و 5 10 و 1 11 نحط فاصلة 7 و 7 14 و 1 15 زائد 18 بنحكي 12 بالمية 5 و 8 13 13 2 3 بصير 33 و 12 بالمية متر مجموع او محيط ايش السياج اللي احنا رح نعمله وفعلا طول السياج رح يطلع 33 و 12 بالمية اللي هي جمعت ايش حدود اا او مجموع اطوال اطلاع جميع المستطيل فهمنا زي ما حلت اللاكية انا جمعتهم الاربعة حولت 56 بالمتر صارت عندي 7.56 بالمتر وجمعتهم مع الامتار اللي هني التسعة هس السؤال اللي بعدي بحكي لك اتحقق من فهمي ركضت سامية حول مضمار مستطيل نيجي ركضت ركضت سامية حول مضمار مستطيل مرة واحد اذا كان طول المضمار 11.8 طول المضمار 11.18 و 87 متر وعرضه ثمانية 89 متر و 50 سنتيمتر بنت نحول 50 سنتيمتر الى متر بنت نحول من سنتي لمتر من سنتي لمتر بدي اقسم الانمية 50 تقسيم 100 بدنا نحرك الفاصلة العشرين من زلتين اليسار بتصير 9 متر زائد فاصلة 50 بالمية وبتصير عنا 9.50 متر هلا أنا بدي المحيط بدي المحيط يعني طول هاي وهاي 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 رح أحكي له 11.1887 زائد 11887 زائد 9.50 زائد 9.50 هدول اللي هن محيط المضمار ولهو أطوال أضلاع المضمار أو الملعب المضمار وهيك بتكون اللي قطعتها سامية 7.7 14 5.5 10 8.18 1.19 8.27 9.9 18.19 20.26 36 30 34 5 156 174 متر هيك بتكون قطعات سامية وهي اللي أتحقق من فهمي طبعا أنا طلع معي غير هيك يا سامية طيب ٢٨ ٢٨ ٢٨ هاي ٨٩ هاي ٨٩ ٨٩ ٨٩ ٨٩ ٨٩ ٨٩ سوري هاي ٦ و ٣٠ لا 36 8,8,16 17,18,19,20,21 21 21 21 22 34 416 74 متر هيك صحيح هيك صحيح لأنه كنت حاسب 89 89 89 هيا لا 89 طيب هلأ ننكمل السؤال اللي بعدي املأ الفراغ في كل مما يأتي بحكي لك واحد 148 متر بدي أحولها لكيلو متر بدي أحول من متر لكيلو متر هاي من متر لكيلو متر من متر لكيلو متر طلعة طلعة بقسم على ألف تقسيم ألف 148 التقسيم بتحرك للمنزل فاصلة العشرية ثلاثة منازل على اليسار هنا فاصلة منزلة انتين تلاتة بتصير هون بتصير 148 بالألف كيلو متر اللي بعدها اثنين ألف 15 ألف تقسيم مية بنخلي الفاصلة العشرية منزلتين لليسار بتصير لنا 1500 أو لا من سنتيمتر ل متر صح من سنتيمتر ل متر بنقسم على مية صح وهون وهنا لدينا قديش صفر ثلاثة ثلاثة مش أربعة شفتوا ثلاثة من الفاصلة العشرية منزلة تنتين تلاتة لأ منزلة منزلتين تنتين طب أعيدها هاي اثنين واحد اثنين ثلاثة سنتيمتر اللي هي 15 ألف سنتيمتر وهون بنحول هالا متر بنقسم على مية عندنا 15 ألف هاي الفاصلة العشرية هون بنقل فاصلة العشرية منزلة تنتين هاي منزلة تنتين شو بتصير عندي هون بتصير مية وخمسين متر بتصير عندي مية وخمسين متر ثلاثة ثمانين ميلي لتر بدنا نحولها لليتر من ميلي لتر لليتر بدنا نقسم على ألف لأن طالعين تطلع تقسيم ألف الثمانين هيك بدي أنا أحط الفاصلة العشرية هون ده أنقل فاصلة عشرية منزلة تنتين تلاتة هي منزلة تنتين تلاتة بتصير هون وبصير الفاصلة عشرية هون بتصير فاصلة ثمانية ثمانية بالمئة بتصير ثمانية بالمئة لتر طب أربعة أربعة بحكيلك صفر تسعة متر نحوله لسنتيمتر من متر لسنتيمتر من متر لسنتيمتر بدي أضرب أضرب بإيش إذا عندي أنا 9x10 نضرب في 100 يعني من حرك الفاصل العشرين هذه منزلتين هي منزلتين هتين تتصير 90 سنتيمتر 50 40 لتر و 14 ملي لتر نحولها لملي لتر إذا الـ 14 محولة نحولها 40 له ملي لتر يعني ملي لتر مليل لازم نضرب بألف نضرب بألف مليا لتصرف 1 2 3 4 0 0 2 3 4 زائد 14 هاي ميليليتر كلهم بتصير 4 زائد 0 4 1 زائد 0 1 والصفرين بينزلوا والاربعة بتنزل بتصير 40 ألف و 14 ميليليتر نكمل هاي خمسة بدنا ستة ستة بتحكي لك 1.99 كيلو متر بدنا نحولها لمتر من كيلو متر من كيلو متر لمتر نازل نزل بدنا أضرب بألف بدنا أضرب بألف هاي نضرب 1 2 3 طب 1 9 90 الضرب بنقل الفصل الفصل العشرية 3 منازل على اليمين هاي منزلة 2 3 فيها صفر بتصير 1 990 متر اللي بعده بدنا نحل إيش 7 7 بتحكي لك 9 كيلو متر و 350 متر قداش بتساوي كيلو متر 9 محولة لكن بنحول 350 لكيلو متر من متر لكيلو متر من متر لكيلو متر طلعين طلوع إذن تقسيم ألف تقسيم ألف تقسيم ألف 350 عندي هون 9 كيلو متر تزائد 350 فاصلي هون منزلة 2 3 بتصير هون فاصلة 350 كلهم كيلو متر بتصير عندي 9 و 350 150 بالألف كيلو متر كيلو متر طيب نحل 8 8 بتحكي لك 9 كيلو متر و 840 متر بدنا نحولهم كلهم لمتر هاي محولة لكن 9 كيلو متر بدنا نحول من كيلو متر ل متر من كيلو متر إلى متر أنا نازل نزول بدي أضرب بألف بدي أضرب بألف 9 في ألف 9000 متر زائد 840 متر أدش بسر عندي 9840 متر فيمنك كيف التحويل طيب بدنا نروح للسؤال اللي بعدين السؤال اللي بعدين بيحكي لك بدنا نشوف من أكبر ومن أصغر هاي تسعة بيحكي لك 540 متر و 5 كيلو متر 540 متر طيب وهاي كيلو متر بنا نحول الكيلو متر لمتر من كيلو متر لمتر نازل ستزول بدرب بألف هاي خمسة بألف بصير عنا 5000 متر وهون 540 متر من أكبر 5,000 ل 540 5,000 طيب نيجي هون هاي سؤال لعشرة اثنين وستة لتر بنا نقارنها بألفين وستمائة ميلي لتر شو رأيكم نحول اللتر لميلي لتر بنا نحول اللتر لميلي لتر بدنا نضرب بألف نضرب بألف اثنين وستة ضرب ألف تعطيني بنحرك الفاصل العشرية ثلاثة منازل اليمين منزلتين ثلاثة هاي منحط فيها صفر هاي بصير فيها صفر 2,600 طبعا ميلي لتر لان حولناها ميل لتر لميلي لتر وهاي 2,600 ميلي لتر 2500 ميلي لتر تساوي 2600 ميلي لتر 3 سنتيمتر و 2 4 9 ملي متر نقارنها ب 3211 ملي متر طيب شو رأيك هاي ملي متر محولة شو رأيك نحولة 3 سنتيمتر لملي متر من سنتيمتر لملي متر نازل ننزل نضرب 10 3 ضرب 10 تعطيني 30 سنتيمتر زائد 30 ملي حولنا من سنتيمتر لملي 30 ملي زائد 2 4 9 ملي قداش تعطينا 9 و 0 9 4 و 3 7 والي 2 تنزل 279 ملي متر ولا 3211 ملي متر أصلا هاي خانة 2 3 4 هاي خانة 2 3 4 خانات أكبر من 3 خانات هاي بدي أحل 12 12 تحكي لك 3 متر هايها 3 متر و 2 4 9 سنتيمتر لا 3 3 4 سنتيمتر طيب عندي هاي بالسانتي وهي بالسانتي وهي بالملي شو رأيك نحول هاي بالسانتي من ملي من متر لسانتي هاي متر من متر لسانتي متر هايها من متر لسانتي متر نازل نزول بضرب بمية من يجب نحكي 3 ضرب 100 تعطيني 300 سنتيمتر زائد 2 4 9 سنتيمتر تعطينا هون 304 سنتيمتر ثلاثمية زائد 249 تسعة زائد صفر تسعة أربعة زائد صفر أربعة اثنين زائد ثلاث خمسة صارت عنا 549 سنتيمتر و 304 سنتيمتر من أكتر الأربع خانات ولا الثلاث خانات الأربع خانات إذن هاي أكبر حلو نيجعل لبعدي هاي عصير أعد حسين عصير الفواكل مشكلة كما في الصورة كم مليلترا من العصير أعد أعد هو ملء بصورة هاي 13 اثنين وتسعة لتر زائد 3700 مليلتر شو نحول اللتر إلى مليلتر من لتر إلى مليلتر بدنا نضرب بألف أثنين وتسعة في ألف بصير عنا هيك فاصلة ثنتين ثلاثة هاي فيها صفر هاي فيها صفر هاي فيها صفر ألفين وتسعمية زائد 3700 مليلتر وهون مليلتر صفر زائد صفر 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 زائد صفر صفر سبعة زائد تسعة ستاش أربعة خمسة ستة رح تعطينا 6600 مليلتر التحويل كتير سهل يا ميس كتير املأ الفراغ بوضع إشارة تقسيم أو ضرب ثم أجد الناتج 350 سنتيمتر بنحولها إلى متر من سنتيمتر إلى متر نطلع تقسيم هاي أول واحدة تقسيم تقسيم من سنتيمتر إلى متر وين أنا من الرصاص هيا بنحول من سنتيمتر إلى متر هاي سنتيمتر إلى متر طالعين نطلع إذن تقسيم مية تقسيم مية 350 تقسيم مية قد ما تعطينا؟ بنحرك الفاصل العشرية منزلتين على اليسار بتصير ثلاثة ونص طيب 6452 ملي بنحولهم لليتر من مليلتر لليتر من مليلتر لليتر بنقسم على ألف يعني نتحرك الفاصل العشرية ثلاثة منازل على اليسار منزلتين ثلاثة راح تصير ستة و 452 لتر 452 راح أكتبكم إياه هايها سؤال 14 راح تصير 350 سنتيمتر تقسيم مية بسير ثلاثة ونص متر خمسطاش ستة لاب واربعمية وخمسين اثنين وخمسين مليلتر تقسيم ألف بتصير عندي ستة فاصلة أربعة خمسة اثنين هون لهيك بتكون خلصت حصتنا يعطيكم ألف عافية الباقي نفس الفكرة بس أنا حبيت أني أبين لكم الفكرة في أحسن طريقة وأحسن طريقة سهلة لتوصل لكم يعطيكم ألف عافية